اهلا بكم اعزائي الافاضل في قراءة لابرز عنوين الصحف الصادرة اليوم غدين الاثنين ونستهل هذه الجولة الصحفية من يومية اخبار اليوم والتي كتبت بن كيران يخرج عن صمته ويضع اصبعه على الخطأ القاتل واضفت اليومية ان عبداليلة بن كيران الامين العام لحزب العدلة والتنمية كسر طوق التحفظ الذي احاط به نفسها منذ اعثائه من رئاسة الحكومة ودخل على خط الاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة والمناطق المحيطة بها اذ اعتبر في لقاء مع حزبه او شباب حزبها اول امس السبت بالرباط ان وصف المحتجين في الريف بالانفصاليين يعد من الاخطاء القاتلة لاغلبية خلفها تضيف اليومية معتقلوا والحسيمة تسلموا اموالا من البوليساريو عنوان اخترناه لكم من يومية الصباح وفي تفاصيله ان 19 متهما يشكلون الدفعة الاولى اوضعوا منتصف ليلة السبت سيجنا عكاشا بعد ان حققت معهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فيما جرى اطلاق صراح متهم واحد وضع رهن المراقبة القضائية مع دفع كفالة قيمتها 20 الف درهم تريد الصباح والمساء تنشر عصابة تختطف رجل اعمال وتصوره عاريا بالعيون وفي التفاصيل ان ثلاثة اشخاص مجهولين اقدموا السبت المنصر مع اختطاف رجل اعمال معروف بالمدينة وفقا لمصادر اليومية فقد فوجئ الشاب بتلاثة اشخاص مدججين بالاسلحة البيضاء يعترضون سبيلها مباشرة بعد مغادرته احدى الاسواق الممتازة التي كان يتبضع منها تفاصيل هذا الخبر وطائفة من الاخبار الاخرى تقرأونها في عدد الاثنين من يومية المساء سارقوا اربعين سيارة في قبضة الامن وفي تفاصيل الخبر الذي اوردته يومية الاحداث المغربية فقد نجحت المصالح الامنية بمراكوش في وضع حد لنشاط شخص ابتكر طريقة خاصة للكسب السريع تعتمد على سارقة سيارات خفيفة ومطالبة اصحابها بفيدية مقابل تمكينه من سرجعها وقد ارتكزت عمليات السارقة على سيارة من نوع اونو مع تحديد مبلغ الفيدية حسب الحالة الميكانيكية للسيارة ومستوها حسب ما اوردته يومية الاحداث المغربية وبخبر الاحداث المغربية نأتي وإيكم اعزائي الافاضل الى نهاية الجولة الصحفية قدمناها لكم من قناتكم شوف تيفي الى اللقاء اشتركوا في القناة